يا حبيبتش كل واحد يشير مصيبته ليه عايزاني أبقى متصابة زيك عشان نبقوا في الهوى سوا ليه أنت حصلتلك مشكلة أبقى زيك علشان نبقوا في الهوى سوا يعني أنا دلوقتي رايحة مشوار ومشوار في مشاكل وإخناقات لازم أخدها معايا عشان نبقى في الهوى سوا تعالي دوقي من اللي حدوقه ليه طب أخدها معايا في أكل حلوة في سهراية جميلة في رحلة شيقة لكن أنا حصلتلي مصيبة أنا مش متضيق أو زعلان أو عايشها المصيبة إلا لما تعيشها معايا نعيش سوا المصيبة عشان نبقوا في الهوى سوا ده صح؟ لا طبعا ده غلط بس فيه ناس ما بترتحش غير لما تلاقي اللي حواليها في المصيبة معايا